جميز بقى شفت ادارته للماتشاط اللي ظهر فيها في البطولة دي تحديدا يعني قبل ما نتكلم محليا لكن جميز الناس لمت عليه حتى بعد الفوز ان انت مبارح تراجعت في وقت كثيرة جدا ان انت سجلت لكن ما سجلتش تاني ما ضغطتش هتجيب التاني لكن فضلت سايب جمهورك في ضغط لحد ما ماتش خلص شايف ان الراجل عمل ماتش حلو وعمل ماتش يعني احسن حاجة يقدر يعملها ولا كان ممكن يعمل حاجة احسن من كده بص مبدئين عشان الناس ما بيتحبش مبعد التتويج ان انت بتتكلم في الكلام الفني التتويج حاجة ومحمود اتكلم في نقطة مهمة الجماهير وقابل ما نروح لجميز جماهير الزمالك هي العنصر الاهم في تتويج البطولة واو التتويج هو العنصر الاهم والابرس في تتويج الزمالك هي جماهير الزمالك الاول والثاني والثالث قابل اي حد قبل المدرب والادارة واللاعيبة مع كامل الاحترام لكل يتعالي protected هو الدور الأساسي. المرة اثنين بقى جوزي جومز. حتى الآن ما تقدرش تحط رأيي سلد وثابت. هو المدارد ده كويس قوي ولا عادي ولا عنده مشاكل. هو عنده مشاكل بالتأكيد. زي اي مدير دي فني في الدنيا بس عنده مشاكل بتبرز اوقات كتيرة يا كريم في كوتشنج في مباراة في تغييرات في بداية جيم غلط. فانت لما تاخد مباراتين الفاينل لوحديهم وتاخد ماطش نهود بركان في المغرب وتشوف الاختيار بتاع سامسون اكينولا كجناح الشمال. فبتقلل كتير جدا من ح خصوص الفريق في الطلوع بالكرة وعندك مشاكل كبيرة جدا في التطوير الهجمة فتحس ان فيه مشكلة. لما بتعدل الملعب شوية والفريق يبدأ يخش الجيم صح بتتحسن الشوت التاني. وبعدين تجيب جون ويبقى عندك فرصة انك تدوس تجيب التاني في المغرب فتقوم راجع برضو الورا. صح. مش مستغل الفرصة. تعال ابص بقى على ماطش مبارح. برضو الزمالك بدء الجيم بداية ولا اروع. جدا. عشرين خمسة وعشرين دقيقة. دايز بلدين على الاخر. صح. غالبا بالز والكرة تدخلت في الزمالك يخدها تاني ويكمل لغاية مساجل جون. ثم شد سطر. للزبط جدا. وابدأ جيم مباراة ادوار اتعكست. جدا. نهضة بوركان بقاين بدور الزمالك هو اللي بيهجم وبيضغط. والزمالك بيلعب عشوائي. اه. عشوائي وفيه مرتدات. واتيحت للزمالك اكتر من فرصة اللي هي بتعاملت معها تعامل مصصح. لكن هنا تقف بقى على المدير الفني. وممكن الاول تقول اصلا الراجل معذور شوية. اصابة احمد حمدي. لغ لغبطت له شوية هسابات. خاصة ان ده واحد من افضل ماتشاة احمد حمدي مع الزمالك. صح. ثم محمد شحاتت الدور الثانية لغبطت له بعد الاحد. مش عايز اطلع بره بس خليها ناخد ايه. اصابة علي معلول. في ماتش الاهلي. عملت شوية لغبطة في الملعب. صح. الى ان الاهلي استعاد زمام الامور. والجيم تغير. اقفل. العب لك. ايه في الفرق. ادعاد الترجع مناطق الخطورة. الاهلي يمتلك مدير فني. بقى عنده خبرات في افريقيا. اي ما هو عايز. الزمالك لسه ما عندهش دين. ما عندهش الموديل الفاني اللي عنده خبرات ولا ما عندهش. مليون في المية عندهش خبرات افريقية. ومعندهش سكواد كمان. ومع عميق يعني. اه. اه. ما عندهش عمق سكواد خاص. عنده عنده مشكلة بقى كبيرة جدا. لان مصطفى شلبي. ام. ما بين نقد. لازع من جماهير الزمالك. ما بين اشادة بالغة. ام. ممور الزمالك كله قاعد اول واول مستني يا رب مصطفى شلبي يلعب. ام. فدلوقتي بقى مصطفى شلبي بالنسبة لجمهور الزمالك هو الفرس الرهان وهو اللعيب الاهم. لما تروح للدوري. ام. اقول لك ناصر مهر يلعب على المصطفى شلبي. طبعا. فهو ما عندهمش لسه الثقة. مين رقم واحد ورقم اثنين للسكواد مش بالقوة. بس دي افهمها لانه ناصر بالنسبة للمصطفى ناصر اكيد احسن كتير. طبعا. لكن في افريقيا انت عندك مين. ما عندهش. عشان كده بقول لك الرجل معذور انه ما عندهش القيمة. ما تشوف سامسون لما لعب يعني هحصل وما عندهش البودلة اللي تقدر تعمل له. صحة جد. وفي نفس الوقت كمدير فني. انت ما قدرتش انبارح تحجم الجيم. يعني هجر ريتم بس هدي ريتم الماتش. المفروض لعيب ازا مالك المجموعة اللي عندها خبرات. تهدي ريتم الماتش فيه وقت. طب ده مدرب ولا اللعيب اللي هو ماسك الريموت زي عبدالله السعيد. انا انا بقول الاتنين. ام. لكن جوه الملعب انت بتبقى عايز لعيب ماسك الريموت زي عبدالله السعيد. ازا مالك ما عندهش اللعيب اللي يمسك ال يموت ده. بالزبط كده. عنده زيز ولعيب راس ماله. في قوته وفي حدته وفي الانرجي اللي عنده. عنده عمر جابر لعيب مركزه ما يسمحلوش بكده لكن لازم اللعيب اتكلم بعض. اه. مفيش حد في مصر مالك. كان ممكن احمد حمد اللي يعمل ده. بالزبط. لكن اه. 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 اوباما ممكن يعمل ده في بعض الاحيان لما يكون فت وقوي ووقف على ريتليه فياخد الكرة ويقف عليها. يهدي الريتم. الزمالك مبارح كان مصرع ريتم الماتش مع نهضة ب بيجري وعرق كله بيجري. اه. نحية اتجاه جون الزمالك. ما شكلش خطورة كبيرة طول الوقت ولكن في الاخر. انت فاتح مساحات كبيرة جدا في نصف الملعب. نصف الملعب في مساحة كبيرة. اه. ما بين زياد كمال وما بين اه دونجا وما بين خط الدفاع. فبالتالي. ومع كامل احترام للفريق المغربي مش بالقوة الكبيرة. اه. اللي تقلق الزمالك على ارضه. صح. لان كل ما الزمالك كان بيكرر يمسك الكورة عقاية نهجم. اعه. يروح يشكل خطور جدا من حسم خلاص اللقاء. فما زال الزمالك عنده الحتة دي يا كريم. ودي من الحاجات اللي يتبني عليها. اه. ان كل مباراة بتلعبها اللعيبة في اجواء زي دي. تعالي ناخد كده اه زياد كمال. اه. اول مرة اكيد. اول مباراة افريقية او لعب قدام جماهير بالمنظر ده. اه. محمد شحاتة. ممكن يكون لعب ماتشين او ثلاثة مع المنتخب الاوليمبي في المغرب في التصفيات كسل اه في التصفيات في الامة الافريقية. اه. غير كده. اه. هو ما لعب قدام جماهير. ملعبش قدام ميت الف. ملعبش في هايب بطولة افريقية وندي الزمالك يلعب على التاتويش. طبعا. ملعبش في الاجواء دي. في معزورين. على فكرة مجموعة كبيرة ملعبت الزمالك في الملعب ملعبوش كده. صح. انت استثني زيزو وفتوح وعمر جابر. اه. غالبا يعني. وممكن تقول دونجة. اه. اه. اقول حمزة المسوسي وسيفي الجزيري ممكن يكون عندهم بعض الخبرات لكن بقيت اللي سكواد كله عنده مشاكل. اه. ما تبص على دكت بودراء الزمالك مبارح. مهاب ياسر. رل جاي. ما كانش بيشترك كتير اصلا مع الدخلية. صح. محمد عاطف برا للسكور. با من دار للنار. دور المحترفين مع طانطة. ملعبش ولا مباراة. صح. فبالتالي دي لعيبة متقدرش تعتمد عليها. في حين ان محمد اشرف رؤة. حتى لو البعض بيقول ان احيانا الرؤة ما بيديش المرضود طول الوقت او فيه تزبزب. برا لسكور. محمود علاء بخبراته برا لسكور. شكبالة مصاب برا لسكور. اللعي الخبرات حتى اللي ممكن تريح زمايلها مش موجودة في الملعب. صح. فبقى الزمالك النهاردو لك حسام عبد المجيد في الملعب. هو لعيد دولي. حسام لعيب صغير برضو. مست صغير سنن. لكن في الاخر معندوش كم الخبرات الكبيرة. هو نفس مبارح بيقول لك انا سعيد ان اخدت اول بطولة افريقية في تاريخه فهو عارف قد ايه هو عمل انجاز كبير. صح. كل دي بتضيف للعيبة. فبالتأكيد دي خطوة لما بعد الفلترة بقى والغربالة في القايمة. مين هيطلع? مين هيكمل? الزمالك هيشتري مين لعيبة? لان لو انت بتبص على محترفين الزمالك هتوقف عندي سيف الجزيرة وعندي حنزة المسلوسي وتشد خط. صح. فقط لغير.